أليكسا تير نهوف اللايت أليكسا تير نهوف اللايت أليكسا تير نهوف اللايت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معاكم محمد أحمد ودي قناة فيكراس وفي فيديو النهاردة هنوضح طريق تجميع وتركيب لوحة سمارت وم 16 سويتش الواضحة أمامكم اللي بتعتمد على 2 ات ميجا و 1 اس بي هنوضح كل التفاصيل بتاعتها إن شاء الله نبدأ على بركة الله ودي أول حاجة طبعا وصلنا للطرد ده مبارح الصبح ودي طبعا الضريبة أو الجمارك اللي تفرضت عليه هنفتح الطرد مع بعض هو عبارة عن مجموعة من اللوحات أنا طلبتها بس هنوضح معكم النهاردة اللوحة اللي هنشرحها في فيديو النهاردة طبعا طلبت البردات بتاعته من موقع بي سي بي وي المرة دي وهو سبونسر معنا أول رأي للفيديو بتاعته النهاردة أنا طلبت لوحات البي سي بي دي من موقع بي سي بي وي بتسجل دخول في الموقع عشان تطلب لوحاتك كمان لو حابب تطلب من الموقع ده وبتجيب الصفحة الرئيسية طبعا بتظهر معك الصفحة الرئيسية وبتضع هنا وبتختار هنا كويك أوردر وتضيف الأوردر بتاعك بسرعة جدا تحدد الملف الجاربر بتاعك وتضيف الأوردر بتاعك وتحدد أبعاده والكمية بتاعتك بتحدد كل شيء انت عايزها من هنا وبعد كده بتكمل الأوردر بتاعك وتحدد الشحن بتاعك DHL أو الطريقة اللي تنسبك مع بعض كده نفتح الكارتونة طبعا هم جايبين مع القلم الظريف ده مشكله فخم والله ومعها اثنين استيكر للشركة أنا فتحت البي سي بي طبعا بردات البي سي بي دي بحجم 17 سنتي في 12 سنتي في البداية نعطيكم نبزة عن البردة زي ما واضح امامكم دول 2 أتميجا وده معنا اس بي 2.866.12 ومعنا اثنين درايفور معنا 16 ريلي بالتيرمون الكنكتور الخاص بي كل ريلي معها تيرمون الكنكتور سلاسي ومعنا هنا دخول الطيار 12 فولت زي ما واضح امامكم وزي ما تعودنا وراء دايرة حماية ما يتمد على اثنين ضيود ومعها لامبة عشان توضح ان الباور وصل هنا الموجة بالسالب وفي فيوز طبعا عشان لو عكاست الطيار ما يحصلش اي حاجة وفيوز يفصل معك هنا معي طبعا المقاومات اللي بتثبت الموجة بتاعتنا في اشارات ديجيتال وبتحافظ عليها انها تتأثر باشارة الراديو في الخلف انا عمل ضيود وراء كل الراي عشان يمتص الكهرباء اللي بتنتج عن الحركة الميكانيكية الخاصة بالراي زي ما واضح امامكم مع كل الراي انا ضايف ضيود عكس طبعا الاطراف اللي وصلة للراي يعني السالب مع الموجب والموجب مع السالب زي ما واضح امامكم بالشكل ده وطبعا اللي دي بتمتص الطيار لو كان رايح في نفس الاتجاه وفيه هنا مقاومات ركبة تحت الاسي بي في الاتجاه الثاني مقاومات دي الغرض منها انك تشغل اسي بي وفي نفس الوقت نستفاد من السنسور اللي هتركبها هنا او لتقدر تركبها هنا زي ما انت عايز ومعها طبعا بعض اللي ادي عشان تقدر تباين بهم بعض الحلات لو انت حابب تعملهم عن طريق البرمجة اللي هنوضح ازاي هم برمجة ان شاء الله في الدروس اللي جاي دي البوردة بتاعتنا ودي بقى المكونات اللي نحتاجها طبعا معنا 2 ات ميجا 328 بي او 328 بي و 2 سوكت لل اي سي الات ميجا مع كل اي سي الريجولاتور و اي اس بي و معنا 2 درايفر وهنا المقاومات اللي معنا بس الاول معنا 2 كريستال 16 ميجاهرتز و معنا 22 بي اف كاباستور وهنا دي المقاومات بتاعتنا اللي فوق 10 كيلو اللي تحت 1 كيلو و 330 اوم هنحتاج معهم 22 كيلو أو 220 كيلو و 100 كيلو وهنا طبعا الريلي و الترماي الكنكتر و الضيوض و الديوض و الريلي و التارماي الكنكتور و الديوض وهنا لديوض و الديوض و الديوض وهنا لديوض اي حساس حرارة 10 كيلو ونبدأ بالطلاق وتجميع المكونات في البداية نحن اتحب ان اصطي الأن لنبدأ اضع الفلاكس وهي سهل لان انا بسخن البوردة وبعد كده باستخدام الفلاكس انا بسياحه وبدخله في السرنجة في السرنجات بتباع جهزة للفلاكس بس الفلاكس اللي بيكون موجود في العلب ده بيكون افضل شوية في الخامة بتاعته لو انت عندك طريقة تانية طبعا كل شيخ وليه طريقة انت برحتك او الاسة الليك اعمله وبنبدأ نحط فلاكس على كل القطع اللي معانا الاس ام دي وبنبدأ بالاس ام دي زي ما تعودنا بنبدأ بالاصغر للاكبر بننظف سن المكوى كويس وبعد كده بناخد جزء من القصدير صغير جدا وبنمسح على طرف المقاومة اللي معانا وبعد كده بنضغط عليها دخطة خفيفة بتركب مكانها كويس نجرب تاني او نوضح تاني في المقاومة اللي بعدها اول مقاومة واحد كيلو والمقاومة اللي بعدها عشرة كيلو وهكذا واحد كيلو بعدين عشرة كيلو لحد ما بننتهي من الستاشر سويتش يعني دي عشرة كيلو ودي واحد كيلو عشان ما نضيعش وقتكم هنركب التلات مقاومات دول بس مع بعض وبعد كده هنتنقل لمكوين تاني عشان نوضح للناس الطريقة برضه عشان الناس تفهم كل حاجة بالتفصيل بعدها هنركب الاس بي ركبنا قبل كده في اكتر من المشروع بس هنركبه النهاردة بسرعة كده برضه عشان الناس تاخد فكرة لطريقة تانية برضه للتركيب لعلها تسهل عليكم بعد كده طبعا الفلاكس بيكون جاف شوية معك كده او يكون تصلب مع شوية معك بسبب انه برد وبنبدأ نلحم الاس بي بس بنبدأ المراضي من الخلف بيكون اسهل معك كدير من انك تبدأ من الاجناب بتاعت الاس بي بالشكل ده او من اسفل الاس بي طبعا في الجزئية دي انا مصرع الفيديو خمس اضعاف علشان الناس يعني تشوف كل حاجة انا عملتها وبعد كده بنضيف سن المكوه وبعد كده بنضيف سن المكوه كويس جدا وبعدها بنخلص القصدير كده بنضيف سن المكوه كويس جدا ولو حسنت انك محتاج لسه الفلاكس بتجيب قطعة فلاكس كده على او تكابريت على اي حاجة على خلة سنان وبعد كده بعدها تمسح سن المكوه بتبدأ تنظف الزيادات الليموجراف القصدير طبعا احنا شرحنا قبل كده طريقة اللحم باستخدام باستخدام لستنسل شبلوم بيكون اسهل بكتير لكن البرضة دي فيها خليط ما بين الاسمي دي والعادي والايسات العادية والمكونات العادية علشان اسهل على الناس لان البرضة دي هيكون عليهم سابقة زي ما وضحنا فانسهل على الناس انها تبرمجها وهنوضح عليها كمان وهتروح للمهندس حسام عرفة عشان يبدأ يعمل لكم دروس كتير عليها عن طرق برمجة كتير لها ونروح للريجيليتور اللي معنا النهاردة ده الثلاثة وثلاثة من عشر فولت الخاص بالاسي بي بنسبته من اتجاه المبرد بتاعه بعد كده دخطة بسيطة على الريجيليتور ونسيح القصدير تاني عشان يركب مكانه صح ونلف في البرضة وبعد كده بنبدأ نلحم الثلاثة اطراف بتاعه بالشكل ده في البرضة بشكل كويس فاضل معنا السويتش واي مكون اس ام دي كبير او حجمه كبير بنلحم في طرف وبنسيب بقية الاطراف علشان نبدأ ننزله بالراحة ويبدأ يتلحم معنا بشكل كويس مثلا المفتاح الاسي ام دي ده بننزله كده زي ما انه شايفين وبنلحم طرف منه وبعد كده طبعا لازم نضغط عليه ونسيح القصدير تاني عشان يركب مكانه بشكل كويس وبنلف في البرضة وبنلحم الطرف التاني كده بعد مخلصنا تركيب كل مكونات الاسي ام دي اللي موجودة في اللوحة دي ونوضح كده سريعا بالزوم المكونات عشان تكون واضحة معاكم بالارقام اللي عليها والناس تعرف اماكنها كلها وتستنبط او تستنتج اللوحة دي شغالة ازاي طبعا جمي كل اتميج انا مركب ريجليتور خاص بي 5 فولت وهنا المقاومات بتاعتي انا مركب مقاومة واحد كيلو للامبات عشان تخفف من استعلاك على 12 فولت لان الالي دي بتشتغلها على 12 فولت فركبت معها مقاومة واحد كيلو وطبعا المقاومات التانية الخاصة بالسودشات واضحة معكم هنكمل وهنركب السكت الخاص بالاي سي الاتميجا اللي معنا الاتمية تمانية وعشرين وبعد كده نلحم الاطراف بتاعته بسرعة طبعا المكونات العادية سهلة جدا في التلحيم ووضحنا قبل كده انك بتركبها وبعد كده بتتنى الرجول بتاعتها او الاطراف بتاعتها علشان تفضل سبتة في مكانها وبتبدأ باستخدام القصدير والمكواه ويكون درجة حرط المكواه كويسة وبتلاقي اللحم بتاعهم سهلة جدا معك اسهل بكتير حتى بالاس ام دي لكن الاس ام دي طبعا متعته انه بيوفر لك مساحة كبيرة في البوردة وبيخليك تقدر تشتغل في الاتجاهين زي بعض وكده ده شكل البوردة بعد ما ركبت الاي سي سوكت وركبت البنهيدر وركبت الالي ادي وركبت الكابستور وركبت طبعا الترانزيستور والاتنين ضيود الخاصين بالحماية وركبت الضيود في الاسفل وكده انت شفتوا كل حاجة تقريبا في البوردة وكل حاجة واضحة انا هنا لسه فاضل معي الترميل الكننكتور ركبت الترميل الكننكتور وهقلب البوردة وبعد كده هبدأ اللحم فيهم ومفش ده ان اوضح لكم طبعا كل حاجة او 2 حاجة طبعا انتعرفين خلصنا طبعا انا لقيت عندي لما البوردة وصلتني لقيت عندي 4 ريلاهات بس هم فيش وقت طبعا ان انا اطلب ريلاهات وانتظر فكانت فاضل النهاردة فعملت الفيديو وكمعت البوردة بال4 ريلاهات وصورت الفيديو بالمرة وزي موضحة منكم انا اركبت 4 ريلاهات في رقم 1 و8 و9 و16 لكي نوضح ان كل حاجة انا اعتمد على التجربة في اللمبات الالي ستكون موضحة معنا كل حاجة ونلحم الريلاهات ميكانيكية 10 أمبير زي موضحة منكم كل ريلاهات لتالت بنات كما تكون نورمال كولوزت ونورمال وكم هذه المقومات المقومات الاس ام يوجد بضهر البوردة مع الديود ونذهب الى المقومات 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 الى الاس بي كانت واضحة معكم عشان تعرفوها هنروح دلوقتي للتجربة انا وصلت الكهرباء للبوردة طبعا يستحسن في البداية انك بتوصل الكهرباء لما بتكون عمل لحة بتاعتك وبتقيس الطيار اللي خارج من كل ريجلياتور انت مركبه قبل ما تركب الاتميجا لو كان ينفع تركبها على السوكب لما لو كانت تركبها اسي ام دي ممكن تجرب قبلها طبعا بنتصل زي ما وضحنا قبل كده في الدرس الخاص بالواي فاي ماناجر هنتصل بالبوردة انا نسمي طبعا الشبكة اللي هتخرج لها باسم بي سمارت بتعمل كونفيجر واي فاي ويظهر لك اسماء الشبكة بتاعتك بتحدد اسم الشبكة بتاعتك وبتكتب البصورد بتاعتها وبعد كده سيف البوردة بتراستر معك وبتربط مع الشبكة بتاعتك طبعا البرمجة بتاعت اليكسا والبرمجة بتاعته لاي فاي ماناجر ووضحناها في فيديو قبل كده اللي ظهر معكم في الاشعار هنا البوردة اول ما بنوصل لها الكهرباء بتبدأ الاسبي تاخد الحالة بتاعت السويتش وتبعتها للسيرفر خاص بسينيرك زي ما وضحنا قبل كده من خلال البرمجة طبعا مهندس حسام هيكون عنده خطط كتير نوعي يعمل حاجات افضل من كده برموت اكس واي و بالكسا وان شاء الله هيشقلب لكم البوردة دي ويطلع لكم منها حاجة ممتازة جدا الكسا ترن اون اول لايت اوكي اوكي الكسا ترن اوف اون لايت اوكي وتقدر طبعا من خلال الالكسا تقدر تشغل كل سويتش الواحدة وزي ما انت حابب وزي ما وضحنا قبل كده تقدر تعمل جروبات وتضيف كل حاجة هنا مقسم الجروب ده قسم خاص بالبلاج او بالفياش وقسم خاص باللايتس او باللمبات انا كده شغلت اخر 6 مفاتيح معانا في البردة وهفصل الكهرباء ثم افصل الكهرباء غير الحالة من خلال برنامج الالكسا انا شغلت كل المفاتيح معانا في البردة الستاشر مفتاح ونوصل الكهرباء تاني للبردة ونرى عندما تصل البردة البردة سترجع لحالتها كما واضح امامكم انا انتظر هي طبعا رجعت اللامبات لحالتها ولكن نرى اللايتس يجب ان يباد معانا في الموبايل ونرجع لحالته كده الاسي بيبتاخد الحالة من الاتمج الخاص بالريليهات او خاص بالسويتش وننتظر على برنامج الالكسا بياخد معاك تقريبا 15 ثانية وبعد كده بعمل update لنفسه ويظهر معاك فصل اللامبات وفصل المفاتيح اللى كانت شغالة وفصل اللى كانت شغالة فعلا مقفول وفصل اللى كانت شغالة فعلا موجودة عليها ونقلها لك على السيرفر عشان تظهر معاك في الموبايل وحد غيره لو كانت في الخارج وغير مفاتيح اللى يحصل معاك هنا نمركب البنهيدر علشان خاطر تقدر توصل عليه سنسور معاك 3 اطراف وهنا تقدر تركب معاك دي اتشي تي 22 او دي اتشي تي 11 زي ما تحب لو حساس الحرارة ورطوبة دي انا مخصصات حساس الحرارة ورطوبة اللى هي البن رقب 16 معاك الطرف 3.38 فولت والجين دي ومع الحساسات تبعا 3.38 فولت والجين دي وده طبعا السنسور دي اتشي تي 22 اللى هي البيضة والزرق هنا انا عمل فان فان طبعا مكتوب جنبها زي ما انا اوضح فى كل البردات انها تشتغل على ديجتال 2 يعني فانو ديجتال 2 وده متوصل على الترانزيستور ده اللى هو البي دي 139 طبعا ان بي ان ترانزيستور موصلها عليه من خلال الاتميجا بتشغل من خلالها المروحة مروحة 12 فولت منشغل المروحة من خلال السنسور ده الانتسي سنسور اللى هو طبعا من خلال قياس درجة الحرارة هنزبط درجة الحرارة وليكن على 45 درجة يبدأ اشغلنا المروحة في اللوحة بتاعتنا وطبعا لو حافظت على درجة الحرارة هتدي عمره اطول للوحة وهتدي اداء افضل بكتير وده طبعا ظهر اللوحة اللى فيه الديود وهنا الدرايفر طبعا مفروض ان الدرايفر ده مدمج فيه ديود عشان يحمي الديود لكن انا فضلت ان اضيفي الديود كمان علشان تكون الحماية اكتر والديود طبعا بيحمي فعكس اتجاه الرلي والل اي دي بيحمي في نفس الاتجاه بتاع الكهرباء اللى رحل الرلي ينور نبضة بسيطة لو حصلت انه خرق كهرباء في نفس الاتجاه الكهرباء اللى خرجها من الدرايفر وكده انا خلصت فيديو النهاردة فاضل المسابقة ايه هي المسابقة؟ شرط المسابقة الاهم ان انتم تشوفوا الفيديو الاخر او شوفوا الفيديو اكبر وقت انت محتاج تستفيد منه معلومات تستفيد معلومات حتى لو انت مش حابب فانت اكيد حابب انك تدكب سيستم الاسمارتوهم ده عندك في البيت وحابب انك تفوز بالبوردة دي علشان على الاقل اشوف بعد كده حاجة تشجعك وتشتغل بعد كده في السمارتوهم وتبدأ تتعلم الالكترونات اكتر او على الاقل تبدأ تتعلم تركيب انظمة السمارتوهم بشكل عملي فكل اللى مطلوب منك انك تشوف الفيديو الاخر وتسيب لنا تعليق لاننا هنختار الفيز طبعا من التعليقات اللى موجودة اسفل الفيديو بشكل عشوائي ويبقى قرم منك اشترك لو عملتنا اعجاب في الفيديو سلام لو شاركت الفيديو بين اصدقائك وتشارك معنا في السواب ويوم الخميس اللى جاي ان شاء الله لو شرط المسابقى اتحقق هعلن اسم الفيز على المنتده باذن الله وكالعادة تسكير الخير ايه عملت طيب اليوم ساعدت محتاج زرت مريض وصلت رحمك او حتى سمحت حد كان في بينك وبنخصومة يعمحنا في رمضان وفرصة تعمل كل ده وكل سنة طيبين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته